بس على موضوع الحلقة عايز طبعا أقدم كل خلص التعازي والمؤساة للحادث الأليم الإجرامي الإرهابي اللي حاصل مبارح في سينة ودايما أنا عارف يعني بغض النظر عن قوى القهر والظلام الموجودة معايا شعب مصر وجيش وشرطته حيبوا دايما ييدوا واحدة لحد ما نوصل لبر الأمان ومصر أقوى كتير وأكبر كتير من العمال الدنيئة اللي بتحصل في الأيام داية فخلص تعازي ليهم أسر الشهداء وربنا اللهم دخلهم فسيح جناتهم ومحتسبهم إن شاء الله عند الله شهداء